وننتقل الآن إلى الجولة على أبرز ما اخترناه من صحف هذا اليوم ونبدأ مع جريدة الأخبار تعميم جديد لمصرف لبنان ممنوع فتح حساب فراش من دون ضمانة خارجية كتبت ليال أزي تحت هذا العنوان سيصدر مصرف لبنان تعميما جديدا الأسبوع المقبل ليمنع فيه المصارف من فتح حسابات بالدولار الأمريكي إلا في حال تمكنت من تكوين ما يعادلها بالدولار لدى مصارف المراسلة في الخارج تسويق التعميم يتم على قاعدة أنه يشجع الناس على إعادة إداع أموالهم في القطاع المصرفي ويعيد تحريك الاقتصاد في حين أن خبراء ماليين يرون فيه استمرارية لنهج رياض سليمي في تعميم الآونات الأخيرة التي لم يخدم أي منها الاقتصاد المحلي وضمنا القطاع المصرفي الذي يحتاجه إلى إعادة هيكل جذرية تعيد ثقة وليس إلى ترقيعات تعميم جديد إذن يعتزم مصرف ربنان إصداره مطلع الأسبوع المقبل وشعاره أيضا إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي وتفعيل الاقتصاد المحلي كيف؟ سيفرض على أي مصرف يريد استقبال وديعة من الدولارات الطازجة أن يكون مقابلها احتياطيا لدى مصرف المراسلة في الخارج بنسبة 100% من قيمة الوديعة ما يعني احتمال تحويل كامل المبلغ بالدولار إلى مصرف المراسلة مثلا في حال قصد شخص مصرفا حاملا معه 100 ألف دولار حقيقي نقدا لفتح حساب فسيكون المصرف أمام خيارين أولا تحويل المائة ألف دولار كاملة ومباشرة إلى حسابه لدى مصرف المراسلة أما ثانيا فهو فتح حساب محلي للزبون لإداع المائة ألف دولار ولكن في مقابلها على المصرف أيودع 100 ألف دولار لدى مصرف المراسلة في الخارج القرار تخذ في اجتماع المجلس المركزي يوم الأربعاء الماضي على أن يصدر التعميم رسميا أول الأسبوع المقبل يبرر سليم هذه الخطوة بأنها الحل الوحيد لإعادة ثقة الناس بالقطاع المصرفي فالحاكم يعتبر أن توفير الضمانة للناس بإمكانية حصولهم على الدولارات متى طلبوها سيشجعهم على إداع الدولارات التي يخزنونها في المنازل لدى المصارف ولكن سليم لا يريد فقط استمارة المودعين فهو يخاطب من خلال التعميم الجديد مصارف المراسلة الأخيرة هي وكيل المصارف اللبنانية في الخارج عبر تقديمها خدمات تحويل الأموال وتمويل التجارة الخارجية فتكون مصارف المراسلة ضامن لتسديد مبلغ إلى أحد المصدرين بالاتفاق مع المصارف اللبنانية التي تكون الضامنة لتسديد المبلغ من قبل المستورد غالبية المصارف منزعجة من التعميم الجديد لأنه يحرمها الاستفادة المباشرة من توظيفات الدولارات الطازجة كشراء السندات أو الإقراض أو توظيفها لدى مصرف لبنان أو حتى تحويلها إلى الخارج وتعتبره يأتي في سياق الحرب الباردة وعمليات الشد والرخو بينها وبين مصرف لبنان من الأخبار أيضا اخترنا ما يتعلق بأزمة الكهرباء أزمة الكهرباء تتفاقم مصرف لبنان مشع السمع كتب إلي الفرزلي الحديث عن عودة الاستقرار إلى أنتاج الطاقة يبدو منفصلا عن الواقع لا يمر يوم إلا وتطرأ مشكلة تذكر بأن العودة إلى الشمعة أمر ممكن دائما أي مشكلة في القطاع لا نتيجة لها سوى انقطاع الكهرباء أرهق من كان يصدق عودة الأربع عشرين على أربع عشرين حتى صار أقصى المبتغة هو الثبات على مستوى خمسين في المائة من التغذية ذلك يبدو صعب المنال وأن تطمئن كهرباء لبنان في بيانها الصادر أمس إلى أنه من المتوقع تحسن التغذية تدريجيا فور المباشرة بتفريغ حمولتين شحنتين فيول التي وصلتا إلى المياه الإقليمية وتنتظران فتح الاعتمادات لتفريغهما صار واضحا أنه إذا حلت مشكلة فأن أخرى ستليها وستكون النتيجة نفسها مزيد من العتمة إشارة بيان كهرباء لبنان إلى التحسن التدريجي بعد تفريغ شحنات الفيول لا تدعو إلى الاطمئنان ومبررات تشاؤم عديدة أبرزها عدم اتفاق وزارة الطاقة مع مصر في لبنان على صيغة لتأمين الدولارات الطازجة لزوم كهرباء لبنان وبحسب المعلومات لا يزال حاكم مصر في لبنان متمسكا برفض دفع جزء من مستحقات المواردين اللبنانيين بالدولار مقابل موافقته على الدفع للمواردين الخارجيين على الفاتورة وهذا يعني أنه حتى الاتفاق بشأن تأمين الأموال المطلوبة لتجديد عقد الشركة المشغلة لمعملي دير عمار والزهراني لم تدفع بعد رغم الاتفاق في السراية الحكومية على حل المشكلة صار المطلعون على الملف واثقين أن الغاية من عدم التجاوب هو الضغط على الحكومة لحثها على اتخاذ القرار بترشيد الدعم وفيما الحكومة مستقيلة من واجباتها فإن المصرف المركزي يرفض تحمل المسؤولية ثانيا عدم حسم مسألة إقرار صلفة الخزينة المخصصة لكهرباء لبنان وعلى الرغم من أن مختلف الأطراف يؤكدون أن لا بديل عن إقرار قانون إعطاء صلفة خزينة إلى المؤسسة بما يضمن استكمال الحصول على الفيول لزوم تشغيل المعامل إلا أن المؤسسة لا يمكنها العمل بالنيات وتؤكد مصادرها أنها ملزمة التعامل مع الوضع الراهن بكثير من الحذر ما يحتم عليها الاستمرار في سياسة التحفظ في الإنتاج تحسبا لأي طارئ واللافت في هذا السياق أن إدارة المناقصات أطلقت أمس ثلاثة مناقصات لاستجرار الفيول بعد أن توافقت مع وزارة الطاقة على دفاتر الشروط وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة لتأمين الاستقرار في إمدادات الفيول إلا أنه إذا لم تقر سلفة الخزينة فلن يكون ممكن الدفع لأي شركة تفوز بالعقد ثالثا حتى لو أمن مصرف ربنان الاعتمادات المطلوبة فأن الشركات والمصارف المتعاقدة معها تواجه صعوبة في التعامل مع المصارف الخارجية ومن الأخبار ننتقل إلى الجمهورية واخترنا ما كتبه اليوم عماد مرمل تحت عنوان الجيش ومن الحب ما قتل لاحظت قيادة الجيش في الأونات الأخيرة أن هناك اهتماما زائدا من قبل البعض بالواقع المعيشي للعسكريين وأن أصوات راح تطالب بتخصيص دعم مادي له خشة من أن تؤثر المعاناة الاقتصادية سلبا في جهوزيته ومهامه الميدانية ولئن كانت اليارز تميل عموما إلى تقدير أي عاطفة حيال الجيش والترحيب بها إلا أنها ارتابت أخيرا في بعض النيات والدوافع على قاعدة أن من الحب ما قتل وتلاحظ مصادر عسكرية رفيعة المستوى أن هناك من يصطاد في الماء العكر ويطلق كلاما كلام حق يراد به باطل في معرض الإضاءة على الظروف الحياتية التي تواجه أفراد الجيش وتضيف المصادر نعم الأزمة الاقتصادية عكست على المؤسسة العسكرية وأدت إلى تآكل رواتب جنودها وضباطها لكن هذه الأزمة أصابت الجميع في لبنان وكل المواطنين تأثر بها والجيش هو جزء من كل وليس جزيرة معزولة وتشير إلى أن مفاعل المعاناة الاقتصادية تشمل كل القطاع العام ولا تقتصر على المؤسسة العسكرية لافتة إلى أن بعض المتباكين على الجيش ممن يتساءلون كيف له أن يؤدي واجباته فيما رواتب أفراده أصبحت بلا قيمة إنما يحرضون العسكر على التقاعص عن تأدية دورهم ورسالتهم ويدفعون في اتجاه تثبيت عزيمتهم وزعزعة معنوياتهم إلا أن الجيش لن يتأثر بمحاولات التحريض ودس السم في عسل الحرص عليه وسيعد على الجرح الاقتصادي وسيواصل مهامه في حماية الاستقرار متحملا ضغط الأزمة التي لن تستمر إلى ملا نهاية وسيتم تجاوزها عاجلا أم آجلا ويتابع ماد مرمل مع إقرار المصادر بأن العسكريين يعانون كما غيرهم من الضائقة الاقتصادية غير أنها تشير إلى أنهم ينالون على الأقل تقديمات وضمانات من شأنها أن تساهم في صمودهم والتخفيف جزئيا من تبعات خفاض قيمة رواتبهم بينما الكثر في القطاع الخاص على سبيل المثال فقدوا وظائفهم وتنفي المصادر حصول ارتفاع في معدل الفرار من الجيش إذ أن الأرقام عادية ولا تشكل ظاهرة مقلقة موضحة أن من يفر تصدر في حقه مذكرة بحث وتحر وبالتالي يصبح غير قادر لا على السفر ولا على إيجاد عمل آخر في الداخل وتشدد المصادر أخيرا على أن من يريد ترك الجيش يستطيع أن يقدم طلب تسريح ويغادله بطريقة نظامية ولكن حتى هذه الطلبات هي قليلة خصوصا أن التعوضات التي سيحصل عليها المسرحون ستكون متواضعة مهما علت رتبهم نتيجة الانخفاض في قيمة سعر الليرة وننتقل إلى مبادرة بكركي والتحرك المرتقب غدا والحركة السياسية والشعبية باتجاه بكركي واخترنا من الجمهورية هل من لقاء قريب بين الحريري والراعي قبيل لقاء البطريارك الماروني الكاردينال مربشارة بطرس الراعي ولواء عباس إبراهيم بقليل كان البطريارك قد تلقى اتصالا وعلمت الجمهورية أن الحريري بعدما هنأ الراعي بعيد ميلاده الثمانين الذي صادف أمس توسعت المكالمة بينهما لتطاول الجديد المتصل بعملية التأليف حيث جرى عرض لآخر المواقف وما يعوق استئناف اللقاءات بين الرئيس الجمهورية والرئيس المكلف ولم تشأ بصادر بيت الوسط الكشف عما دار في الاتصال مؤكدة أنه بقي في العموميات ولم يسمح الاتصال بغير تناول هذه العنوين وهل يمكن انعقاد لقاء بين الحريري والراعي في وقت قريب قالت المصادر يمكن أن يتم هذا اللقاء في أي وقت ولكن لا اقتراح ولا موعد للقاء من هذا النوع حتى الآن في برنامج الحريري ومن الجمهورية إلى اللواء وفي الموضوع نفسه استنادا إلى ما تسرب عن الأحاديث التي جرت بين البطريارك الراعي ووفد التيار الوطني الحر فقد تخللها بحسب اللواء عتاب حاد من الراعي لخطوة باسيل أمس الأول تسليم رسالة إلى السفير البابوي باعتبارها خطوة لتجاوز بكركي وهو ما لا يرضى به البطريارك لأنه لم يقف الأبواب الصرح البطرياركي أمام أي طرف مهما كانت التباينات معه حادة ولأن مصير الرسالة ستكون عنده في النهاية استنادا إلى موقع وعلاقة الثقة الراصخة بين بكركي والفاتيكام أما النقطة الثانية التي أثارها البطريارك مع وفد التيار فتناولت موضوع تشكيل الحكومة وجدد البطريارك استياءه الشديد من التعنت الرئاسي والتعقيدات التي تحوط عملية تشكيل الحكومة وأبدى البطريارك أسفه للطريقة التي يتم التعاطم خلالها بعملية التشكيل معتبرا أنها لا تصب في مصلحة العهد ولا مصلحة اللبنانيين والبلد عموما وأبدى عتبه على عدم مبادرة رئيس الجمهورية انطلاقا من موقعه الجامع للتواصل المستمر مع الرئيس المكلف للتواصل إلى تفاهم مشترك لتشكيل الحكومة ومشددا على ضرورة تقديم التنازلات المشتركة للتواصل إلى تشكيل الحكومة بالنهاية لأن مصلحة لبنان تتجاوز المصالح الشخصية والحزازات الضيقة وكشفت المعلومات أنه بعد الاشتماع حاول بسيل بالاتصال الهاتفي تبرير سبب تغيوبه عن الوفد وإرساله الرسالة لسفارة البابوية ولكن من دون جدوى ونختم الجورة مع نداء الوطن وفي الموضوع نفسه كتبت غادة حليوي حزب الله ملتزم عدم المساجلة مع ابكركي قلنا كلمتنا والسلام لا يعتبر حزب الله نفسه في قطيعة مع ابكركي وسيدها ويتحدث عن موعد لا يكون بعيدا لاستئناف اللجنة المشتركة اجتماعاتها في الصرح البطرياركي يرى حزب الله نفسه ملتزما بسياسة عدم المساجلة مع ابكركي ولذا حين طرحت فكرة الحياد لم يعلق عليها ولكنه شعر بالخطر مع طرح التدويل وتطور الأفكار بشأنه ولسيما أن طرحه تزامن مع موجة التحقيق الدولي في قضية المرفأ ثم مع اغتيال لقمان سليم إلى أن جاء ما يتحدث عن الفصل السابع فكان لابد للسيد نصر الله أن يتحدث عن فكرة التدويل وتحذيره من أنها قد تبدأ بطلب سياسي وتنتهي بتحقيق مصلحة دولية لا حزب الله ولا أمينه العام في وارد السجال مع ابكركي وكان واضحا أن السيد نصر الله لم يسمي ابكركي في خطابه ولم يأتي على ذكرها ولو أراد لم يكن صعبا عليه تسميتها لكنه تعمد عدم التسمية تجنبا لفتح سجال ولولا أن التدويل خطر لما تطرق إليه من الأساس اعتاد حزب الله حين يكون له موقف أو وجهة نظر من قضية ما أن يقدمه ويقوله صراحة ولكن كان مفاجئا بالنسبة لحزب الله التحوير تحوير كلام أمينه العام واستغلاله في إطار حملة آثر البقاء بعيدا منها لعدم رغبته في المسجلة مع ابكركي وتوضح مصادر مطلعة على موقف حزب الله أن اعتراضه هو على التدويل ولو كان لابكركي رأيها حول هذا الأمر فهذا لا يجعله يذهب بعيدا في مسجلتها فنحن قلنا كلمتنا والسلام كان كل القصد التركيز على خطورة فكرة التدويل والتي سبق أن شرحها السيد نصر الله في خطابه الأخير ويؤكد حزب الله أن الأمين العام لم يهاجم ابكركي بل التدويل ولكنه يعتبر أن هناك جهات تلطت خلف ابكركي لإطلاق النار على حزب الله وبعض هذه القوى السياسية ترغب بالفعل بالوصاية الأمريكية على لبنان وهي تعتبر نفسها في المعسكر الآخر وسجالنا ليس معها سواء أيدت التدويل أو لم تؤيده فموقفها معروف ويرى الحزب محاولات لاستخدام ابكركي منصة لإطلاق النار ضده ويفترض أن تكون مثل هذه المحاولات مرفوضة من ابكركي فنحن حين نعبر عن موقف لا يلغي ذلك تقديرنا لابكركي وما تمثله والاحترام المتبادل بيننا بهذا ناتل ختام الجولة فاصل نبدأ بعده الحوار في برنامج الحدث ترجمة نانسي قنقر